رجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا مكملي مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد وهنتكلم النهاردة عن الفتاوي الدينية اللي ظهرت الفترة اللي فاتت كتير جدا جدا وكانت بعضها لا يمط بالحقيقة تماما يعني خلال الفترة اللي فاتت ظهرت فتاوي دينية من المتخصصين ومن غير المتخصصين وظهرت كمان فتاوي وقراء غريبة جدا على الشعب الإسلامي الفترة اللي فاتت كلها النهاردة وكلها يعني فتاوي غير موسقة ولا مدروسة هنتكلم النهاردة عن الفتاوي الدينية اللي حصرت الفترة اللي فاتت وانتشارها على الشعب المصري هيكون معنا ومنورنا النهاردة عشان نعرف تفاصيل أكتر ونتكلم أكتر عن الموضوع ده مع شيخنا والشيخ عبدالعديس النجار مدير إدارة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ومنورنا النهاردة صباح خير يا فنس صباح النور يا نسا زي ما حضرتك سمعتني بقول دلوقتي أنه انتشرت فتاوي إسلامية الفترة اللي فاتت من متخصصين وغير متخصصين فتاوي غير موسقة وغير مدروسة بالمرة تعليقك إيه على انتشار الفتاوي دي وهي انتشار لفتاوي مخيفة جدا على الشعب المصري هو شعب يعني إسلامي عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو في الحقيقة أن الفوضى الفتاوى دي ظهرت من سنوات وليس من قريبا وتحدثنا عنها في السنوات السابقة وخاصة من غير المتخصصين في بعض القنوات الفضائية التي ظهرت فجأة على الساحة وأظهرت لنا رجالا لا نعرفهم ولا نعرف مصدرهم ولا نعرف دراستهم ولا نعرف عملهم ولا نعرف غير أنهم يرتدون الثياب الأبيض والغطرة البيضاء ويطلقون اللحة ثم بعد ذلك ينصب من نفسه مفتي يحرم ويحل فهذا الأمر أمر خطير جد ويحتاج إلى وقفه من القائمين على الإعلام أولا يعني عندنا الفوضى لها أكثر من مظهر المظهر الأول وهو الخطير وهو مظهر الفضائيات المظهر الثاني وهم الذين يفتون من العوام بغير علم يعني أحيانا يأتي مثلا إنسان إلينا في لجنة الفتوى ويقول كان حدث كذا كذا والشيء وواحد قال لي كذا يعني حكم مخالف تماما للشرح من الذي قال لك هذا يقول الراجل جنبنا بيصلي بنا في المسجد نقول له هذا ليس من أهل الفتوى لأن هناك أساتذة ومتخصصون في جماعة الأظهر ورغم ذلك عندما تعني له مسألة وهو أستاذ وفي البحث فيعود إلى المختصين بدار الفتوى ونقول له أحيانا أنت أستاذنا وأنت الذي علمتنا يقول نعم بل أنتم الذين تمارسون هذا العمل وأنتم مختصون به فأنتم الذين تفتون في هذا الأمر فلابد من مقاومة فوضى الفتاوى خاصة في الفضائيات المتخصصة في الأمور الدينية وغير الأمور الدينية والتي تأتي برجال غير متخصصين يجب وينبغي على الدولة أن تحرم من يقوم بالإفتاء خاصة في وسائل الإعلام والفضائيات في المساجد إلا من رخص لهم من قبل الأظهر الشريف على سبيل المثال هل تسمح الدولة بأن يمارس أحدنا الطب وهو لم يدرس الطب ولم يتخصص فيه ولم يصرح له بالعكس ده يجرم ويجرمه القانون ويعاقب طب لو أن هناك ممارس تخرج من كلية الطب ولكن غير مصرح له أنه يكون أخصائي أو أنه يقوم بفتح عيادة لأنه ما ذل لسه في مرحلة التمرين ولم يصرح له ولم يعطى رخصة بأن يمارس الطب بنفسه مستقلا وبالتالي نفهم من ده أنه ما فيش حد بيتحقق من رخصة الممرسة لأي شخص بيطلع على الهوى ويدلي بفتوات دينية نعم بالتأكيد لا ده هي كمان مش التحقق ده يجب التحقق ويجب أن يجرم نعم الدين كدعوة هو للجميع الأمة كلها مأمورة بالأمر بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المقر لابد أن ننحي الفتوى عن الدعوة الدعوة هي للجميع يعني أنا قرأت حديث أستطيع أن أبلغه قرأت آية أستطيع أن أبلغه فهمت فهما ما أستطيع أن أبلغه رأيت إنسانا يفعل منقرا أستطيع أن أنصحه هذه دعوة هناك دعوة صامتة يعني كما قال السادة العلماء أن فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل يعني عندما ألتزم في مجتمع ما هذه دعوة فمن يخرجون للدعوة لا بأس مدام أنه يحسن هذا الأمر أما الفتوى ينبغي على الدولة كما أن الطب لا يمارسه إلا طبيب الهندسة لا يمارسها إلا مهندس التجارة المحاسبة لا يمارسها إلا من تقصص فيها وأعطيها رخصة من فعش واحد يبقى محاسب قانوني أن لما يحصل على الحقوق ويحصل على قولية كذا وإلا يبقى مخالف ويعاقب إلا الفتوى وهي أمر مشاع وكلء مباح لا أحد يحاسب أحد على ما قال لابد كما أن جميع المهنة الأخرى القانون شرع لها أن من يمارسها وغير مصرح له بهذا العمل حتى وإن كان هو من أهله فيعاقب كذلك حتى لو كان هو من خريج الأزهر الشريف ولكن غير مصرح له بالفتوى إذا أفتى في الفضائيات أو في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروعة لابد أن يعاقبه القانون حالاً دلوقتي يجب مقاومة كل الناس اللي بتطلع تقوم بهذه التجاوزات طب موقف الأزهر إيه من هذه التجاوزات يعني إحنا لو حتى قمنا بالمقاومة المفروض أنه أكيد الأزهر لازم يكون لي مهمة في الموضوع ده ومهمة كبيرة كمان من تلك التجاوزات اللي حصلت الفترة اللي فاتت من خلال الفضائيات أو من الأشخاص اللي بيطلعوا يقولوا فتاوي دينية على الهواء مباشرة بشكلهم معروف يعني أكيد عارفينهم لو هم موجودين فعلاً في الأزهر بشكلهم معروف وهم عارفينهم حد نهاردة ليه ما حصلش أنه الموقف الأزهر أخذ موقف مهم ومعروف من هؤلاء الناس اللي بيطلعوا يقولوا فتاوي غير مدروسة وغير موثقة نعم أولاً لحضرتك هناك أمرأي الأمر الأول أين دور الأزهر الأول أين دور الأزهر في عرض هذه الفتاوى وغير بلتها وأعدتها على المشاهد برة أخرى أو حتى هو يطلع يقول الصحة بالصبت ده لن أعيز أقوله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله قال أنا لا أخش على الإسلام من أعدائه وإنما أخش على الإسلام من أنصاف الدعاء هؤلاء بش محصلين أنصاف ولا محصلين ربع ولا توم من دعية حتى فهنا بقى الأزهر لابد أن يكون له منبر ومنبر قوي في الفضائيات حتى يستطيع أن يواجه ذلك وكذلك الشبكة العنقضية لابد أن يكون له أيضا فيها موقع وموقع خطير وكبير يستطيع أن هو يرد على كل الشبهات لأن الإسلام هناك الفضائيات أمر أمر من يدعون الإسلام ويفتون بغير علم أو أنه يرجح هو بنفسه مذهبا معين ويفرده على الناس وكأنه قولا واحدا ولا يعرض الأخرة وهذا خطر أيضا عن الإسلام والأمر الآخر أن هناك قنوات فضائية ظهرت هي تحارب الإسلام وتطعن في الإسلام مباشرة وتطعن في آيات القرآن وتطعن في الأحاديث إذا لابد من الأزهر أن يكون له أكثر من منبر في الفضائيات منبر يرد على هذه القنوات التي تبس الشبهات وتطعن في الدين الإسلامي لابد أن نحن نرد عليهم الحج بالحج والبرهان بالبرهان لأن هذا هو ديننا حتى القرآن الكريم نزل قال يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئا ولا يتقظ بعضنا بعض الأربابا إلى آخر الآيات يعني مبدأ الحوار مين اللي يبادر بالخطوة دي اللي يبادر بها فضيلة الإمام الأكبر هو صاحب القراءة يعني هذا شيء لابد من الآن أن يفتح الأظهر باب التبرعات إذن لم يكن هناك مال الأظهر عنده أموال لكن إن لم يكن هناك أموال فيفتح باب التبرعات لهذا الأمر وهناك كثير من رجال الأعمال ومن الخيرين والخيرات مستعدون أن يمولوا هذا العمل وأن ينفقوا عليه بلا حساب بس الأظهر يطلق المبادرة والموضوع بحث أخير يبقى الأظهر لابد أن يرد على أمري أمر من يفتي بغير علمه وهو ينتسب إلى دين الإسلام أو يغلب مذهب ويفرده على الناس وأن يرد على أعداء الإسلام في القنوات وكثرت في الفضائيات وعلى النيل سات وسمعت في المجمع الأخير أن الأظهر ينادي بوقف هذه القنوات التي تطعا في الإسلام أنا أقول لا هذا ليس مبدأ من مبادئ الإسلام أن نمنع من يتكلم ولكن علينا أن نواجهه وأن نكشفه للناس حتى يتبين الأمر ويتطاضح هذا بالنسبة للأمر طيب لماذا لا يوقف الأظهر ويقاوم هؤلاء الأظهر ليس له حق الضبطية ليس له حق المنع سواء في الصحف سواء في الكتب سواء في الفضائيات الأظهر ليس له هذا الحق الأظهر عليها أن يتحدثها فقط لكن لابد أن يفعل قانون كان موجود من قر يعني هو يتحدث فقط يعني طب ما لفين دور الأظهر التنويري للمجتمع ما هذا اللي احنا بنقوله بقى أنه هو يعمل فضائيات ده التنوير لكنه لك حق آخر وهو حق المراقبة والضبطية كان موجود قبل كده وسولب من الأظهر يعني لو وجدت كتاب في السوق منسوب للإسلام إذا كان منسوب لغير الإسلام فلا بأس هو فكر يستطيع أن يقول وأنا أستطيع أن أرد عليه في كتاب آخر لكن لو وجدت أن هناك كتابا يتحدث عن أمور خاطئة في الإسلام من حقيقة أظهر أن أنا أصادر هذا الكتاب لأنه كتاب لو بيطعن في الإسلام على أنه من غير الإسلام خلاص هو بيتكلم اللي عايز يقوله وأنا ممكن أن أرد عليه في الصحف أو في الإعلام أو أقوم بكتاب آخر أما أن إنسانا ينتسب إلى الإسلام ويدث ويبث أمورا منهي عنها في الإسلام في كتب من حق الأظهر أن يصادر هذا من حق الأظهر أن يعترض على الأفلام والمسلسلات كما كان من قبل من حق الأظهر أن يعترض على الفضائيات كل هذه الأمور سلبت واقعيا وفعليا من الأظهر نحن نريد تفعيلها مرة أخرى حتى تعود للأظهر الريادة والهيمنة طيب وإمتى ده هيحصل سيادة الشيخ ده إمتى الخطوة دي إمتى هنشوفها فعاليا أمامنا كده يعني هنقدر نلمسها أنها حصلت ورجعت الانتشار الفتاوي الدينية الغير موثقة وغير مدروسة لورا وتمحيها وتمحيها تماما ما نبقاش شايفانها خالص زي ما احنا شايفانها دلوقتي كتير جدا سواء على الفضائيات أو في الكتب أو في حاجات كتير تاني والله حضرتك من سنة 61 تحديدا إلى الآن اللي هو قانون الذي أصدره عبد الناصر وهو قانون تطوير الأظهر وكان قانون تدمير وتهميش الأظهر وليس تطوير وإلى الآن من سنة 61 إلى الآن لم يطور القانون وكلنا أمل أن المجلس الجديد الذي سيأتي اللي هو نتاج 25 يناير أنه يبحث دور الأظهر لأنه أنا أعتبر الأظهر جهاز المناعة للأمة إذا لم نستطيع أن نقوي جهاز المناعة لجسد ما تدمر هذا الجسد وفي سرعة شديدة وكذلك الأمة الإسلامية إن لم ننهض جميعا ونطور جهاز أو المؤسسة الأزهرية تطويرا حقيقيا ووقعيا وفعليا وإداريا وماليا ستنهار أمة الإسلام ولذلك كلنا أمل في البرلمان الجديد لأنه هو الذي يملك السلطة التشريعية وكلنا أمل كمان إنه ده يتحقق قريب جدا وإنه الأظهر يتم بإتمام خطوات فعليا نقدر نشوفها أعمال فعلية لا تحتاج للبرلمان أنا أتكلم للبرلمان في القضاية التشريعية التي تعيد إلى الأظهر بعض السلطات التي سُلبت منه ولكن السلطات الواقعية اللي هي القنوات وهذه الوسائل الإعلامية ده مطلوب مطلوب يبقى له إزاعة موجود أنت يبقى إزاعة الأظهر موازية لإزاعة القواني الكريم مطلوب يبقى له أكثر من القناة موجود إزاعة القواني الكريم لا أنا أريد إزاعة تتحدث بإسم الأظهر فقط وتبث من الأظهر ومكرها الأظهر ورجالها جميعا من الأظهر وكذلك في الفضائيات يقول لنا أكثر من قناة قناة باللغة العربية أكثر من قناة أكثر من لغة نعم الفترة اللي فاتت كان فيه أحداث متغيرة كثيرة جدا على الشعب المصري من أول 25 يناير فخليني أقول أن الفتاوي بتزيد أو زادت مع الحسب الحالة السياسية في البلد تمام فهل فيه فعلا هناك فتاوي دينية بتفرد حسب الظروف لا أولا عندنا حاجة في الفقه مش فتاوي دينية حسب الظروف احنا مش هنقعد نغيرها حسب الظروف لا 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 بس بنأكد يعني على حاجات لا 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 في حاجة عندنا اسمها فقه الواقع وحاجة اسمها فقه الأقليات فقه الواقع أن فيه أمور مستجدة تحدث ودي الأهل الاختصاص الفتوى فيها وليس لأي أحد اللي هي الحق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل يعني استجد عنده أمر أنا مش عارف حكمه على سبيل المثال يعني مش بتكلم في خمسة شيئة أنا أنا بتكلم بصفة عامة بصفة عامة على سبيل المثال لما أجا أقول لي واحد السجاير حرام يقول لي هاتلي نص أنا ما عنديش نص أبدا لا في القرآن ولا في السنة يقول أن السجاير حرام لأن أنا ما عنديش ما كانش في أيامه مسجاير لكن عندي قاعدة أنه كل ما هو مسكر حرام إذا ثبت من جهة الاختصاص للعالم أن هذا أن هذا الشيء الذي يتناوله فيه نسبة مخدر حتى ولو قليلا إنما كان كثروه مسكر فقليلوه حرام ده أنا بأتكلم مش بقول هي حرام أو حلال عشان ما تخشش في الخلاف ولكن بقول على سبيل المثال إن هي ليس لها أصل فمن هنا يكتهد العالم ويلحق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل إذن تسمى فقه الواقع يعني كان نفسي أكلم حضرتك أكتر من كده علشان الموضوع كبير الحقيقة وهنتكلم برضو أكتر لما يحدث فعليا خطوة مهمة نشوفها ونلمسها قدام عينينا ده لازم يكون قريب جدا لازم يكون فيه اجتهادات كبيرة جدا أعتقد من ناحياتكم يعني حرار كمان يعني مدير إدارة الفاتوى بمجمع البحوث الإسلامية الدعوة الدعوة يعني برضو أكيد هيكون لحضرتك برضو دورش مع باقي الزملاء وباقي الشيوخ إن شاء الله بإذن الله نشوف الحاجات دي بتتغير من أول السنة الجديدة وكل السنة وحضرتك طيب يعني بب إن شاء الله تكون سنة جديدة يعني علينا كلنا مشاهدينا أنا بشكر الشيخ عبد العزيز النجار مدير إدارة الفاتوى بمجمع البحوث الإسلامية كلمنا نهاردة عن الفتاوية الدينية التي اتشرت الفترة التي فاتت وكلها فتاوية غير مدروسة وغير موثقة كلمنا يعني ما كانش الحوار طويل لكن إن شاء الله يكون معانا الشيخ مرة تانية نتكلم أكتر في الموضوع ده هنروح للفاصل نرجع مرة تانية لسا مكملين معاكم استنونا بعد الفاصل على طول في نهارك سعيد